ازايكم عاملين ايه وحشتوني قوي وبحبكم جدا وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت واتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كان ينظر لانبر دون ان تدري انه ينظر اليها بنفس الطريقة بعد كل هذا الحرج قرر النوم واختار كارليكس الاريكا بينما لم تستطع انبر النوم على الاطلاق كانت على وشك النهوض لاحتار شراب عندما رأاها كارليكس وقرر مرافقتها للتأكد من سلامتها تذكرت برودة كارليكس القديمة في الماضي وقررت العودة الى الفراش غير مصدقة انه لم يعود كما هو وتسألت عما اذا كانت الحرب قد غيرته حقا وفي اليوم التالي لم تهتم امبر بهوية حارس الدورية الخاص بها ولكن بينما كانت على وشك المغادرة رأت كارليكس على ظهر حصان طلب يد السيدة واوصلها الى العربة واوضح انه سيكون حارسها في الدورية لم تقتنع امبر بالرحلة بعد والسبب الوحيد الذي يمنحه المنطق هو ان جميع الفرسان خرجوا في غارة لذا ليس لديه خيار سوى ان يرافقها يقاطعها الدوق وينحني ليخبرها انه سيظل حارسها بغض النظر عن وجود الفرسان من عدمه لانه مسافرون لا يزال زهنها مجغولا بالدوق حيث بدأت تالي انتجاهه لكنها تتردد فلوسك به خوفر من ان تقذى مرة اخرى في هذه الاسناء تخطط بيلا دونة في القلعة لشر جديد ضد امبر وجهتهم الاولى هي منزل تورون وتدرك على الفور ان البارون يعاملها باحترام اقل مقارنة بالدوق مما يظهر فقط انه الى جانب بيلا لدى دخولهم القصر ترحب ليديا ابنة البارون بالدوق بنظرة مغرية يبدو ان هذه خطة بيلا دونة لاغواء الدوق واذا نجحت فقد تصبح الدوق لاحقا عندما يأتي الدوق لاحضارها للعشاء ويسألها عما اذا كانت قد نمت جيدا تجيب بالاجاب يبتسم الدوق مما يجعلها تتحول الى اللون الاحمر الخجول سرعان ما تغير الموضوع ويتناولان العشاء معا لدهشتها يبذل البارون جهدا لتحضير العشاء لهم لكن الامر الذي يفاجئها اكثر هو وصول ليديا وهي ترتدي فستانا مكشوفا وتجلس بجانب الدوق ترى امبر ما تحاول ليديا فعله وتلاحظ كيف يبدأ البارون باخبار كارليكس عن مدى استعداد ليديا لليوم ويطلب مجملة لكنه لا يلتقي اي شيء يتجاهل الاب وابنته الوضع وتقدم له ليديا دولكومة كهدية تشتهر بلد التام بالدولكومة التي تتبادل تقليديا بين العشاق تشعر امبر بالتوتر بينما تقطع ليديا الفاكهة وتقدمها للدوق ولكن يبدو غاضبا يحول البارون هدفه ويبدأ في انتقاد امبر لانها من الغرب ويقارنها بابنته لقد سأمت دوق الامر ويحذر البارون من عدم الوقاحة تجاه زوجته ثم يقترب من زوجته يأخذ بيدها ويغادر يعتذر كارليكس لامبر نيابة عن البارون لانها تحت مسئوليته ويأمل ان لا تجعل هذه الحادثة تكره الشرق عند رؤية الدوق يعبر عن مشاعره لأول مرة تلامس وجهه دون وعي لطمأنته على انها بخير لاحقا في غرفتها لا تصدق تصرفتها وتلوم كارليكس عليها ثم تذهب في نوزها وتتذكر انه منذ البداية كان دائما يجذب انتباه النساء بسبب مظهره الوسيم كانت النساء دائما تحدقن به لكنه لم يخن عشقته ابدا بينما تستمر هي في التجول تصادف كارليكس وليديا وتواجههما وتشعر بالاستياء لرؤية كارليكس مع ليديا في وقت متأخر من الليل والطريقة التي ينظر اليها بها تجعلها تغضب بشدة تغادر ليديا اولا بينما يتحدث الاثنان على انفراض في الغرفة لا يريد كارليكس ازعاج امبر ويشرح ان ليديا جاءت فقط للابلاغ عن فساد والدها والحقيقة هي ان ليديا ذهبت الى غرفته لاغوائي لكنه رفضها لذا لانقاذ ماء وجهها تبلغ عن والدها وتزعم انه كان بامره ان تغويه من اجل سرقة منصب الضوقة تم حل سؤال تفاهم لكن امبر ترفض الاعتراف بانها مستائة يحاول كارليكس النظر اليها ويلاحظ احمرار وجهها وهو يعتقد ان ذلك بسبب تحملها القليل الكحول ويحاول التفكير ماليا مما يجعل امبر تضحك ويخفف الجو انظر الى هذين الشخصين اللذان يقعان في الحب ببطء تتصل امبر بليدي في اليوم التالي لمعرفة من يكف وراء مؤامرتها تحاول ليديا في البداية التسطر على الامر وتخبر امبر انه والدها بالفعل ولكن عندما تظهر لها امبر رسالة عليها توقيع باللدنة والرسالة كانت مزيفة في الحقيقة لكن تصدقها ليديا وتبدأ بالاعتراف بعد فترة يخبر كارليكس امبر انه يجب ان يبدأوا دورياتهم ويحذرها من انها ستكون صعبة لكن فتاتنا مستعدة ومتحمسة للمشاركة ثم تقدم المساعدة للسكان المحليين وتستمع الى قصصهم سعيدة لانها تغير الشرق برفض ولكن فقط الى ان يصلوا الى منزل في كونت بيترو المكان قاحل لدرجة انه لا يمكن رؤية اي خضرة يرحب بهم الفي كونت بيترا ويشكر الدوكة على ارسال الامدادات وفجأة ترى امبر طفلة صغيرة تركض اليها وتطلب منها مساعدة والدتها تدور الام وتحاول جهدها للمساعدة فقط لتدرك ان جهدها لا تزال غير كافية حتى الدوك يحاول مساعدة القرية عن طريق القيام ببعض الاعمال الشاقة لكنه يشتت بسبب قلقه من ان تغادر امبر الشرق بعد ان ترى جانبه المظلم يعتذر الفي كونت عن وضعهم المعيشي السيء ويقول انه وحيد وبدون مساعدة لقد ماتت زوجته وتركت له اطفاله منذ فترة طويلة ولكنه لم يستطع تحمل مغادرة المكان ويشاركهم انه منذ ذمن بعيد كان مكانهم جميلا ومليئا بالمحاصيل ويتذكر كيف وعد مايل ستالستو الدوكة الاكبر بانه سيجعلها افضل قرية يتذكر الفي كونت بيترو لقاءه مع الدوكة الاكبر وكيف تحولت اراضي الشرق الجميلة بسرعة من الخضرة المورقة الى شرق بلا حياة اليوم السكان والنوبلاء يفرون من الشرق بسبب هجمات الوحوش ونقص الغذاء لكن الفي كونت بيترو لا يستطيع تحمل مغادرة المكان لانه يأمل ان يرى المنظر الرائع مرة اخرى تتعلم امبر انها ليست وحدها اثناء تفكيرها في الشرق واكتشافها وجود اشخاص اخرين يشاركونها عاطفتها تجاه المنطقة يشعر الدوك بالقلق بشأن خيبة املها يسبب الوضع المتأزم في الشرق ويخبرها انه لم يكن يعلم ايضا مدى روعة الشرق سابقا ولا يصدق كيف اصبح الان يتوقع الدوك منها ان تشتاكي ولكن بدلا من ذلك تبدأ امبر في تقديم اقتراحات حول كيفية مساعدة الناس وخاصة رعايتهم الطبية يكفي الدوك بلا كلام بينما تشرح امبر خططها وكيف تتمنى رؤية الشرق الجميل مرة اخرى وعندما يرى ان امبر ليس لديها نية للمغادرة يقول لنفسه انه سيفعل كل شيء من اجل زوجته في وقت لاحق من تلك الليلة يذهبان الى مكان الاجتماع السري حيث تفاجأ برؤية والدها ينتظر بعد تحيط بعضهم البعض تطلب امبر من الدوك لحظة خاصة مع والدها لم تكن تتوقع ان يأتي والدها شخصيا وتتساءل عما اذا كان برفقة اي حراس تفاجأت عندما وجدت اختها نتاشا اعظم ساحرة في هذا القرن معه عند رؤية امبر تذكر شبابهما وكيف ان اختها تمتلك قوة سحرية لكنها تفتكر الى المشاعر لذلك لم يحبها الاطفال في سنهم كانت نتاشا ترد دائما بالعنف مما جعل امبر منبوذة ايضا ثم تتذكر امبر كيف اجبرت على الزواج بالدوك بدلا من نتاشا لمجرد انها ساحرة مقهوبة وقد شعرت دائما ان والدها يفضل اختها وتستاء من الوقت الذي اضطرت فيه للتدخل نيابة عنها تتطوع نتاشا كحارسة لوالدها تضيف انهم سيساعدون في تخفيف اعبائها لكن كلمتها لا تقدم اي راحة لامبر بل تزيد من كرهها لهم تتذكر سنوات بؤسها وتدرك ان ليس لديهم نية للعصور عليها حتى تكتب لهم بصوت مرهق يخبر والدها انه شعر بالخجل الشديد من الاتصال بها بينما تحس نتاشا امبر على ضربها حتى لا تغضب بعد الان تتفاجأ امبر عندما تسمع عرض اختها لكنها تطلب منهم عدم طلب المغفرة وكبول مشاعرها ببساطة يعترف والدها بان كل شيء هو خطأه وانه كان مخطئا في افتراض انه يحبهم على قدم المساواة يكشف عن خوفه من الامبراطور لانه بعد رفضه عرض الزواج نتاشا هاجم فرسان الامبراطور اسطيلهم يعترف بانه جبان لتخليه عنها ويقره اليوم الذي غادرت فيه على الرغم من اعتذار والدها بدأت امبر تفهمه ولكنها ليست مستعدة بعد ان تعامل كما كانت تفعل في السابق هذا هو الاغلاق التي تحتاجه الان على امل ان يقترب في المستقبل بينما يصنع الضوك حيزجا خارج المنزل تظهر نتاشا وتكسر الحاجز يتعرف عليها الضوك لان القليل من الصحرة يستطعون سرسرة هالة عندما تكون على وشك اظهار كواها تنادي امبر عليهما وتلاحظ نتاشا مدى جودة تصرفها حول الضوك ثم تعود الى الداخل مثل طفل وعيني من نوبة غضب يبدو ان نتاشا تريد ان تعتني باختها بطريقتها الخاصة تكيس ضوك اللطف داخل المنزل يحيي الضوك ووالدها بعضهم البعض ويسعد كارليكس عندما يوافق والدها على الامتناع عن استخدام الالقاب التشريفية معه ثم يبدأون مناقشتهم حيث يظهر لهم والدها وثيقة تظهر الوثيقة انهم سيكمون بتنكر انفسهم على انهم تجار عضو في جمعية ويسعلمون على بيع الاسلحة تذكر امبر ان البارون لبولند سيساعدهم في تزوير الحسابات وان عليها ان ترسل المدفوعات من خلال رسائل عائلتها لتجنب الشك تشرح امبر المزيد من خططهم وتقاطع الدوك لتسأل عن الاسلحة التي يحتاجونها يفاجأ والدها عندما يعلم ان قوات الدوك اصغر مما يعتقد ويتساءل عن مدى قواتها كل ليلة ينهون اجتماعهم بشكر امبر والدها بعد مقابلتها لعائلة كارليكس تتساءل عن مات ستكون علي حياتها لو لم تتعرض لمؤامرة الامبراطور لكن على الرغم من ندمها فهي تخطط للبقاء لانها تعلم ان الاشياء سيتغير بعد سماع كل ما قلته الدوك امامها ممسكا يديها بقوة ويقول ان شيئا ما سيتغير يكشف انه كان خائفا من مغادرتها بعد معرفة الوضع الحقيقي في الشرق لكن بعد دورياتهم علم انهم يستطيعون تقاصم العبء على امل بقائها ثم يؤكد لها انه سيتغير ويكرس كل شيء لها بما في ذلك حياته ومن الافضل اللا تسيء فهم مشاعري امبر المتعتقد انه سيخونها وهو امر يعارضه كارليكس بشدة لا يسعها الا ان ترى كارليكس السابق لكن جدءا منها يريد انتسك به الان تذهب لعناكو بينما تحاول امبر طلب الطمأنينة التي يمنحها كارليكس لها من خلال تعهدها بان تكون لها فقط وان يعاملها كيفما تشاء تدرك فجأة انها تشعر بالرعب من فقدان كارليكس الجديد وتعترف لنفسها ان قلبها كان يتوق الى ان يحبها توال الوقت تلمع ذكريات ماضية امامه ويتذكر مدى ضعف والدته عندما يتعلق الامر بوالده لم تستطع ان تتركه حتى بعد علمها بخيانة والده لذلك في سن صغيرة جدا يعتقد ان الزواج مجرد عقد كانت هناك فترة حاول فيها انتقاد والده بسبب فضائحي لكن كل ما حصل عليه هو صفعة من والدته توسلت اليه ان لا يتصرف ويبقى ابنا لطيفا لانها ارادت منهم ان يكونوا اسره مثالية وهو ما فعله طوال حياته ونتيجة لذلك عندما يصل قرار زواجه ليس لديه اي توقعات لانه يعلم انه مجرد عقد ومع ذلك يتغير تفكيره عندما يلتقي بامبر ويدرك انها اصرت قلبه بالكامل وهكذا لاول مرة قادت الليلة مع زوجها وفي صباح اليوم التالي تستايكز وتتحول على الفور الى اللون الاحمر وهي تتذكر ما حدث في الليلة السابقة